موسيقى نحن اليوم في أحد الورشة حول المرافق والخدمات العمومية والدور ديالها في تمكين الحقوق ديال المواطنة والمواطنين وتحقيق العدلة الاجتماعية والمجالية هو احتفاء باليوم العالمي للخدمة العمومية اللي هو 23 يونيو ولكن في الصياق الآن لخيد المغرب ديال الإصلاحات الحقوقية والديمقراطية والتنموية وأساسا النقاش اللي كان في المغرب حول مدى نجاعة وفعالية استراتيجية الوطنية سياسة العامة للدولة والبرامج الوطنية أشناهية الشروط والمتطلبات ديال تمكين الجهوية المتقدمة ولا تركيز الإداري والعمال الترابي لأن المتأميل في المجهود اللي كان في المغرب مغرب فيه مجهودات كتيرة ولكن هذه المجهودات كلها الآن ما زال أطار ديالها على المرفق العمومي والخدمة العمومية محدود جدا وبالتالي هذا هو اللي كيف سر علاش أنه بقدر ما كنا مجهودات كبيرة بقدر ما أن النجاعة والمرضودية على مستوى تمكين الحقوق ديال المواطنات والمواطنين والمصالح ديالهم محدود واليوم المرفق والخدمة العمومية قع في قلب التحدي ديال المغرب لا الحقوقي لا التنموي لا الديمقراطي لا في تصنيف ديال المغرب دوليا لا في الاحتجاجات اللي كنا في المغرب لا في تقيم ديال السياسات العمومية والتدخلات العمومية لا في تقيم ديال البرامج ديال الاستهداف المباشر لا في تقيم ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فهذه المسائل كل هاليوم في الحق اللي كيضعف منها واللي كيحد من نتائج ديالها هو أن لحد الآن بقي ما وصلناش لحد أدنى من المرافق والخدمات العمومية المعمامة والمجهزة واللي عندها موارد بشرية في مختلف القرى والأحياء والمدن ديال المغرب طب تحال بواحد المعدال اليوم المغرب بالدولة خستتحسم أشنه هو المعدال ديال المرافق والخدمات العمومية اللي خستتكون في الدوار في القرية في الجماعة في الإقليم في المدينة في الجهة بالنسبة لك المجهود المجدون على المستوى الوطني ما سيتحكسوش المستوى على الخدمات المقدمة للمواطنين لا هذا رواضح جدا وهو اللي كيف يفسر لأنه كان واحد من نقاش المغرب هو من الطرفين فيه نصيب وافر من الصحة داب الدولة ديالنا والحكومة ديالنا والجماعة ديالك يتكلموا على أشخرجوا من ميزانيات من مناصيب ماليات شحل شغلو شحل دارو تشاركات شحل صرفو شحل ديال البرامج دارو شحل ديال المشاريع والمواطنين والفائلين الاجتماعين كيتكلموا على شو صليهم وشو صلي التوراب والتورابرة هو الحي هو الدوار واليومي والمعيش اليومي ديال المواطنين فبقدر ما أن القطعات الحكومية فعلا هذك شي صرفاتو دارتو بقدر ما أن الناس كيقولوا را لي وصلنا قليل فإذا اليوم كنا هو كبيرة ما بين المجهود الوطني ما بين استراتيجيات الوطنية ما بين البرامج العامة وما بين المعيش اليومي ديال المواطنين اللي فيه واضح جدا أنه كين خصاص كبير في الحد الأدنى من تمكين الحقوق للمواطنات والمواطنين الاقتصادية والاجتماعية والتقافية والبيئية والسياسية وكذلك المصالح لهم وجزء كبير من هذه المسألة كانت تفسر أن المرافق والخدمات العمومية ضعيفة ضعيفة على مستوى التوزيع ديالها والتعميم ديالها ضعيفة على مستوى الجهيزات ديالها يعني اللي خساتي تكون والبنيات التحتيار ضعيفة على مستوى المواريد البشرية ديالها هذا في رأيي أنا أكبر مشكل اليوم كان عاني واللي خصوت تعطاها أولى الأولويات لأنه مقدرناش درنا استراتيجيات وطنية جزء كبير منها بقية معلقا في المركز وما حققش نتائجه ترابين لأنه ممشيناش للمرفق العمومي والخدمة العمومية والوسيلة الوحيدة ديل تفعيل أهداف ديل استراتيجيات الوطنية والسياسية درنا الاستهداف المباشر في المبادرة وفي برامج كثيرة ولكن النتيجة هو أنه مازال اليوم الأغلبية المواطنين المغربية بشكل متفاوت أكيد ولكن أغلبهم عندهم مشكل حقيقي في المصالح دياله اليومية وفي الحقوق دياله اليومية وعموما في المغرب نحن اليوم نعيشه واحدة ضرفية خاصة فيها ضغط اقتصادي كبير واجتماع المواطنين نتيجة الغلاء يعني الغير عقلاني الأسعار صحيح جزء منه يتفسر بالوضع الدولي ولكن ره باقي الدول المنظومات ديالها حامية المواطنين وخاصة جوج ديال المنظومات الحماية الاجتماعية والمغرب هو يتقدم فيها ولكن رخصة بان تغرابيا المنظومة الثانية هي منظومة الخدمات والمرافق العمومية المنظومة الثالثة هي منظومة ديالتنظيم السوق الداخلية وتوزيعا وأسعارا فهالتنظمة الحويج رهوما الضمان المستمر للمواطن وياللي كتحمي المواطن وكتحمي حتى المشروعية ديالتدولة والفعالية ديالتا في الحالة العادية وحالة الأزامات إذن خسنا نقوي المنظومة ديال المرافق الخدمات العمومية ما زال ضعيفة تعميما وجهيزا وخسنا نوصله واحد سميك سميك سنوصله حد أدنى ممكنش نتناجل عليه في الخدمات المنظومة الثانية رحنا خيدين فيها خسنا نشوفها إلى أبعد الحدود هي منظومة الرعاية الاجتماعية وهي نفسها رمي ممكن تفعل إلا بالمرافق الخدمة العمومية والمنظومة الثالثة هي المنظومة ديال السوق الداخلية وديال التجارة الداخلية اللي خسها يعني تتأثر وتقنن باش نقلصوا بشكل كبير إلى حدود الغي والوسطة يعني ونديروح التوازون ما بين يعني الرواج ديال المواد وما بين القدرة ديال المواطن الولوج إليها اشتركوا في القناة